السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد في قناة ليرن لاب اضغط لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يجيلك كل فيديو جديد موضوعنا النهاردة عن فيتامين بي 12 او ما يسمى كوبالامين وهنعرف في الفيديو ده ايه هو فيتامين بي 12 واهميته للجسم وهنعرف كيف تم اكتشافه وايه هي اسباب نقص فيتامين بي 12 وهنعرف كمان اعراض نقص فيتامين بي 12 واكتر ناس عرضة للنقص ده واخيرا هنتعرف عن مصادر فيتامين بي 12 طيب ايه هو فيتامين بي 12 هو عبارة عن فيتامين بيزوب في الماء بيمتص من المعدة ويخزن في الكبد ويخرج من الكبد يوزع على الجسم وهو واحد من فيتامينات بي 8 فيتامين بي 1 فيتامين بي 2 فيتامين بي 3 فيتامين بي 5 فيتامين بي 6 فيتامين بي 7 وفيتامين بي 9 طيب ايه هي اهمية فيتامين بي 12 فيتامين B12 بيسموه بتاج الفيتامينات وده الأهميته الكبيرة للجسم لأنه بيدخل تقريبا في كل مجالات الجسم هنلاقي إنه هو بيلعب دور أساسي في الأداء الطبيعي للدماغ والجهاز العصبي وبيلعب دور مهم تاني في تكوين كرات الدم الحمراء وبيشارك كمان في عملية التمثيل الغذائي لكل خلايا الجسم خصوصا الخلايا اللي بتساهم في تركيب الحمض النووي طيب اكتشفوه إزاي؟ اكتشفوا فيتامين B12 نتيجة ارتباطه بمرض فقر الدم الخبيث بيرنيشوز أنيميا وهو عبارة عن مرض مناعي ذاتي بيقوم بتدمير خلايا جودار المعدة والخلايا دي مسؤولة عن إفراز العامل الداخلي وكمان مسؤولة عن إفراز الحمض في المعدة والعامل الداخلي ده مهم بالنسبة للامتصاص الطبيعي لفيتامين B12 ومن الوقت ده تم اكتشاف عدة أنواع فرعية من ناصف فيتامين B12 وتأثيرها البيو كيميائي طيب إيه هي أسباب نقص فيتامين B12؟ أول حاجة اتباع نظام غزائي نباتي يعني الناس النباتيين وده اللي تحتواء النباتات على فيتامين B12 الإصابة بمرض السكر والإصابة بأمراض مناعية ذاتية زي مرض جريفز واللبس أو مرض الزئبة حدوث دمور في بطانة المعدة تناول الكهليات فقر الدم الخبيث وده بيخلي من الصعب أن الجسم يمتص فيتامين B12 والأمراض اللي بتأثر على أمعاء الدقيقة زي سيليك ديسيز وده مرض بيصيب الجهاز الهضمي وبيكون ردة فعل للتعرض لمادة الجلوتين واللي بتكون موجودة في الخبز والمقارونة والبسكويت وأنواع تانية من الطعام اللي بتحتوى على أمح وشعير ومتلازمة تانية اسمها متلازمة كراون وبرضو من ضمن أمراض الأمعاء الالتهابية النمو البكتيري أو التفايليات وأكتر الناس عرضة لنقص فيتامين B12 الناس اللي عملوا عملية تكمين معدى لفقدان الوزن ومن أكتر الناس عرضة لنقص فيتامين B12 قبار السن والشيخوخة وعندنا بعض الأدوية اللي بتتداخل مع امتصاص فيتامين B12 زي أدوية الحموضة والأدوية المصبتة لمضخة البروتون هتلاقوا في الديسكريبشن تحت بعض الأدوية دي وبعض أدوية السكر زي ميت فورمين نيجي بقى الأعراض نقص فيتامين B12 تعب عام والشعور بفقدان طاقة الجسم وضعف العضلات تغير المزاج والشعور بالكآبة والانطواء والعصبية تراب النوم والأرق ضعف الزاكرة وضعف التركيز تساقط الشعر ضيق في التنافس وضوخة تنميل وخضر باليدين والقدمين وإحساس أكن فيهم دبابيس وإبر ضعف الرؤية تغيرات في طريقة المشي والحركة تقرحات في الفم والأسنان طب تعالى نعرف إيه هي مصادر فيتامين B12 علشان نحافظ على مستوى فيتامين B12 في جسمنا عندنا جسمنا لا يعتبر منتج فيتامين B12 علشان كده لازم يكون فيه مصدر خارجي ناخد منه الفيتامين ده فهلاء عندنا المصدر الأول مصادر طبيعية ودي موجود منها أكتر من 20 نوع بتختلف نسبة الاستفادة منه على حسب المصدر يعني مثلا ييجي في المرتبة الأولى اللحوم الحمرة زي لحم العجل والبقر واللحم الضاني وخصوصا في الضاني الكبد ويجي بعده اللحوم البيضة كالدجاج وموجود كمان في سمك المكريل وبيض السمك والجنبري والمحار والسلطعون أو الكابوريا وموجود في الحليب ومنتجاته والبيض والموز والمكسرات النوع الثاني من المصادر أطائمة بيكون مضاف لها فيتامين بي 12 يعني في بعض شركات الغذاء بتضيف فيتامين بي 12 لأطائمة اللي هي بتصنعها زي المكارونة والمنتجات المصنعة من الأمح زي الخبز النوع الثالث من المصادر بيكون حبوب أو حؤن وبتختلف في الجرعات وطبعا ده لازم بيكون تحت إشراف طبيب وبكده بخلصنا يارب يكون أعجبكم الفيديو أعداد وتقديم مصطفى ربيع ما تنسوش اللايك والسبسكرايب تفعيل زر الجرس ترجمة نانسي قنقر